شو كان سي بالقسم تكلمتي على جوج ديال المواضيع اللي كيهموا الهجومات ديال بعض فواقع السياسيين على التجمع الوطني الاحرار واحد كي يخص يعني الملف ديال المحاوقات واحد كي يخص الملف ديال الجودة ولا ديال القفة اللي كي تكلموا عليه انا بريد نقول لك ان هداك الملف ديال السلعتاش المياه هو يعني سيز كبير يعني الوحل الملف من هاللي دخلنا في المفاوضات ديال تشكيل الحكومة في الفين وستعامله كسلاح يعني الخصوم السياسيين كسلاح هدا رقم اولا نمكن يقول لك انه كدوب فيك نيوز ما كنش شي يعني ملف اولا شي رابور للجناس استيطاعية اللي كانت اللي كتخرج الرقم ديال السبعتاش المليار هادو جوج الوجوه واحد البرناماني كيقول سبعتاش المليار ولوزير دياله من الحزب كيقول لها تشيرها ما كنش هاتشي فاكنوس اللي هو عند الحكامة واللي هو مكلف هادو توسي تانيا هادا كالشخص ديال البرنامان تاو عنده جوج الوجوه كان رئيس ديال الجناس داخل الجناس كين رابور كين مسائل اللي واضحة وما فيها والو وكي يخرج وكي يبدل كل وافس البرنامان ويعيط على واحد لوسيت ويقول لي اجتي هذا كرابور في سبعتاش المليار وهذا ويستعملوا القبرة البرنامانية باش يمشي وباش اذا انا سمح لي هذا كله ملف يعني انا بالنسبة لي سياسي محت وما يمكنش لي ندخل في هادشي اكتر لانه اولا انا لا اسيره مقاولة انا كان احتام القانون ما يمكنش عندي يكون عندي الحق الكنسية واحد المقاولة اللي هي كتنشط يعني كومي سياسي المو يعني راح القانون كي واضح وهاد المقاولة عند هالمسيرين ديالها وهاد المقاولات اللي هم اكتر اللي هم اكتر هم اكتر هم كين في الطلب اذا ما عندي علاقة بهم ولا داروا شي غلطة ولا كين عندهم شي اشكالية ولا هادا يطبوا راسهم وكين مؤسسات في هاد البلاد والمؤسسة ديالا كونسير لكون كيرونسرها خدامة في هادشان وكتب حد في هادشان وغادي تخرج يعني بالخلاصات ديالها وكل واحد غادي تحمل يعني المسؤولية ديالو اذا لا علاقة لنا بهذا وهذا سيتا فيك نيوز وهذا يعني يعني اشان نقول لك زاما هادا زيدوا على المال والسلطة باش كي يعودوا يكبوا زاما هاديك المال والسلطة ان فان دو كونت كي يقول لك يعني هما كيقولوا المال السلطة ويقولوا هادشي هذا كله احنا كنقولوا بأن هذا اعداء النجاح يعني الناس اللي في المصار المهني ديالهم نجحوا كي حاولوا يحربهم بعبارة سياسية قاوية اللي كتضرب في الدماغ واللي هي مستوردة اقول من مصر ومن تونس ومن عند الاخوان يعني شباش يكون واضح اما لرابورة ما فيهم تشي حاجة ما يقص للقفة ولا جود اولا يعني بكل صراحة يعني نستغربت من هادك البلاغ ديال احزاب البلاغات ديال نص الليل لانه يعني كيفاش تلتا ديال احزاب ومناء العامين ديالهم مجموعين قدوم قداش تلتناش ديال الليل باش يقولوا عباد الله هادشي رماشي معقول لي كتير اولا جود مؤسسة خاصة مستقلة ديال الخواص فيها وطور جامعيين فيها علماء فيها رجال اعمال فيها دي كوميسور فيها دي جون اللي هما ديغوت خطي فيها كل شي هاد الناس هادو كي عملوا واحد العملية ديال الخير نجيك الحزب الحزب واضح الحزب في القانين الاساسي دياله جامع تنظيمات الموازية ستدوز على المجلس الوطني وتاخد زكية ديالها وتاخد قرار ديالها بان تابع الحزب هاد جودها مع ما مادست عندنا عادات يلا عندنا الشباب عندنا المرآة عندنا المهندسين عندنا عندنا الاطباء عندنا واحد العادات ديال سميتو ولكن هادي انتبوندوت والحزب اش عندو ما يعطي يعني الواحد المؤسسة ديال الخير ما عندوش حنا كنا عرفوا الفلوس اللي كي يجيو من عند الدولة ودك شي ما عندوش هاد الامكانيات ولكن وش بغاوني نمنع يعني الناس ديالنا ديال الحزب اللي كي يديروا الخير ولي كيعيشوا بالخير وكيف يقوم مع الناس وكيعونوا الناس ويتطلعوا في الناس نقول لهم وقفوا الامل ديالكم ما يمكنش انا واحد من هادوك الناس داخل هاد المؤسسات اللي كنعمل باش نعمل الخير باش نعون الناس احنا سمحوا لي بالبال احنا اللي كان عارفهم القفات وكيفاش كيف يفرقوا معا بيم وكيفاش كي وصلوا يعني الواحد العدد ديالناس هذا كشي رواضح ولكن انا ما غريش ندخل فيه لانه اولا بريد نقول بانه جود هي ما كتشتغش ديريكتمان مع المواطن انا ما عنداش المواطن كتبشي كتفرق عليه جود كتشتغل مع المئات ديالي زرسوس ياسوب مئات ماشي واحدة ماشي جوج ماشي ثلاثة المئات ديالي زرسوس ياسوب هي رافعة ديال كيمية ديال هادوك لزرسوس ياسوب علاش جود غاديم زيان وغدا القدام لانه ما كتشتغلش ديريكتمو في ديبروجيك كيجي شي واحد كيقول لي عندي مشروع اه ازيلال اولا في الحوز اولا 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 ولا بريد ساقيا بريد الطريق الاكشي هو كيكون ديري خدمته هذا خاص اللي يكمل اللي يخاص اللي يعاون كتشوف المشاريع اللي هي ايجابية وكتخدم وكتمشي معها دوك هي ما كتخدمش مع المواطن وما عنداش تعالق مع المواطن حتى فهدك شي ديال الدعم ما كتعطيش لمواطن ديريكت كتعطي اللي زرسوس ياسيون اللي كيجيروا اللي هم عندهم واحد العلاقة مع المواطنين وكيمشي وكيشتغلوا ومجموع وموجودة في التريتوها كلهم وما كتدياش ديال الدعم وكتخدم في الطور وكتخدم في الكلاس بخيمير وكتخدم يعني في في الدخل تحسين ديال الدخل ديال الناس وتصيب العيلات تصيب لهم في نديه صوفة ديالهم في نديه والعماء عامًا موجودة ونشوف ومشي ديال اليوم مشي ديال اليوم عنداش اليوم بدبت عاد جود طهات عاد آ kar. تحت عليهم آسماء هذه خم سنين هذه خمس سنين ووجود موجودة وخمس سنين وكني الأسانة جود كتعمل الخير دياليه وكاتمشي وكتنخرج للميدان أقد أن راضي فوق قدر سبعات سوية تمانية سوية ديال الطريق من طلب يدعون مشي القاعد يليميت وكنشوف هدوك المشاريع وكي مشيروا معي الإخوان اللي معي فلا فونداسيون وكي صوروا ما كنخليهم شي خرجوا ذاك شي لانا نكن ستر احنا كان ستري الخير هذا اول شلي كان عافوا يليس محسي ليس اخنوش بما انك قد صحق عرقان بسحتي ليس 17 مريار اه 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 ربي دمن فاز فهذا القضية ديال جوله بغيت نقول لنا سيتون كتخدم في التاريطور ما عندها علاقة مع الحزب كتخدم مع الناس يعني هون لزاسوا سياسيون وهدي خمس سنين وهي كتشتغل مشي عاد وليدت اليوم ومشي عاد اليوم غدي تبليهم لأنه يمكن قرب انتخابات على ربع ديال الأشهر و تضيقوا فهذا يعني كل كلام اللي هو يعني لا صحة له باش يتجمعوا واحد العدد ديال المسؤولين ديال الأحزاب وياخدوا موقف من واحد يعني المؤسسة اللي هي خاصة اللي هي مستقلة يعني كان فهم ولكن انا شي عودها كان نرجعوا للنفذة السياسية اللي كنا الآن حول انتخاباتها بالنسبة للتحالفات يعني ذل هاد الأمر يعني المتوترة سيد رئيس تكلم عن التحالفات لا تحالفات يعني اللي ممكن نقول لكم انه دبا دبا شو واقع واقع انه حزب التجمع الوطني هادي الحقيقة هادي خمس سنين هوا خدموا هابط الميدان وعندوا علاقة مع المواطنين وكيتكلم مع الناس والقنخة باللي مزيدة اللي غادي اللي هي جديدة اللي تقدر تشح واللي تقدر تزيد الأمام واللي هي مقبولة هاد ناس دبا كانوا واحد العادة فيهم ماشي كلهم حيث كان الأحزاب اللي مشتغلها ودك شاكين بعض الناس اللي ماذا يمكن كانوا كيتفرجوا بليها بطول الميدان لقوا بأنه الميدان سبقوا لي بعض الإخوان وبأنه خدمين وكين واحد النشاط اللي هو قوي دونك أرانوك في هذا الحرك إذن كيبان بأنه مدم أنه إحنا واحد لفاص دورك حتمو كان نخدو كل حزب كي حاول ياخد شكونا وما الناس اللي غادي متلوه في المستقبل وشوية ديال ازدحام وكين شوية ديال هذا مدم أن الحزب ديالنا عنده جاذبية فزع ما ما يمكن شاء أنه ثلاثة ديال الأحزاب ولا وبعادي الأحزاب كلهم يجيروا ويتقابلوا مع التجمع الوطني الأحرار لأنه لدينا 37 مقعد لدينا 37 مقعد دعم مين للخوف هذا من 37 مقعد يمكن الخوف من الذكر اللي كين ينفتر بس التفافي نورمال أنه كل واحد يعني أنه ياخد موقف وتكون شوية ديال نرفازة ولكن هاتش غادي سوف نجوزوا في المستقبل إن شاء الله لأنه كل واحد ياخد المكان دياله كل واحد وإلا تبدأ موقع الناس غادي تشوفوا المستقبل إن شاء الله تشوفوا تشوفوا تشوفوا